عقد مجلس النواب المصري اليوم برئاسة بهاء الدين أبو شقة باعتباره أكبر الأعضاء سنًا أول جلسة إجرائية لاختيار الرئيس ووكلائه ويتألف البرلمان الجديد من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبانعقاد المجلس تكون خارطة الطريق التي كان تم إعلانها قد اكتملت بصورة تمة حيث جرى إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب برلمان جديد